يعني فيك تقول بكر ده بابير بس الكل حب بعضه صار فيه تناغم واشيه لأول مرة منحسه مثل شو؟ المحبة صارنا ناكل مع بعض نشرب مع بعض نمزح مع بعض صارنا عيلي وحدة بيمكن كرملي هيك الكسرة كانت صعبة بس ما عادة شغلي وحدة بس شو هي؟ أهلا وسهلا بيحيا أنتم 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 نحن الضيوفي أكسم بالله ما نشف دموعي عغيبة كأنك أخ من إخوتي يا ابنة هتجيب لي الرعشة وتبتكلم تفضلو تفضلو تسلم ايدك يا عزو أه تفضلو أه والله هيك صارت؟ أنا الحق علينا تركن تكرت عالشغل سعتان من وراكم هات يلا 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 مدي دا كلك لهم عبل ما تروحي شغل وما تلعيش لهم ما تاكل هناك قبل يا أيحيا مش بسبب انكشف أبو الزان وتحرر تحضرتك آمن هلا أقرأ بسترجع على مصر بدك تدبر لي شغل بوطيل أحسن من اللي عم يشتغل فيك قبل يا صاح م م جتري شو أشبة عزيز؟ انك إلا شو أشبك؟ ركز كم مرة أصرت إقل لك هاي السيري لا تجيبة الا قدام عزيز ولا قدام أي يا بني هذا؟ اifiers فمروان وديع عندو حق أنا وديع هو الأحلى في حاجات أنت متعرفهاش ومش لازم أي حد تانية عرفها يا جماعة أنا مش متل كون ما بعرف كذب بعدين الزلم يحرام منشفط مو كرمالك وكرمالو هيقب تعملوا معاه؟ هلقشلونا من جو العصابات؟ تبهوا منيح هالمرة أنت انخطفت المرة الجاي يمكن أني يمكن أنت وديع لاك نسالي قصة مصر بدل بدي سافر تعرف؟ ما بقى بدي أكل وما بدي كون مثلك ومثله معلش معلش ما روان ليسه صغير وعظمه طريه علنياته بكرة الدنيا تشده وتنشفه هيما كان نفسه بقى زيه علنياته كانش حصل اللي حصله اشتركوا في القناة